مشاهدة كراف في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة موضوع جديد من حلقات برنامج صالون الصحة حلقة النهاردة في صالون الصحة هنتكلم عن فقرتين الفقرة الأولى من البرنامج هنتكلم عن موضوع من أكثر المواضيع شائكة ومن أكثر المواضيع اللي مهما تكلمنا عنها تزداد في الأسئلة مش بتقل فهو موضوع هشاشة العظام أو خشونة المفاصل وده الجزء الأول هنتكلم فيه في حلقة النهاردة أما الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه وهو الدائرة أو الدائرة المغلقة ما بين الرجل والمرأة من السبب الذي أوصل بنا إلى هذا الشق المظلم الذي أدى إلى ازدياد نسب حالات الطلاق هل الرجل؟ هل المرأة؟ هل الطرفين؟ هل المجتمع؟ من أدى بنا إلى ذلك؟ لكن خلونا نبدأ بالفقرة الأولى من البرنامج اللي هنتكلم فيها عن هشاشة العظام أو خشونة المفاصل طبعا خلونا في البداية نرحب بيه الأستاذ الدكتور مصطفى عشوب استشاري جرحات العظام والمفاصل ومدرس بطب عين شمس برحب بيك دكتور مصطفى أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك وجميع مشاهدين خمالة الصحة كل صورة طيبة دكتور مصطفى الله يخليك الله يخريك خلينا نبدأ كده بموضوع من المواضيع الشائكة بس خلينا نبدأ فيه بشكل ما يكونش اللي هو إيه الخشونة لا خلينا نبدأ بشكل واضح ومباشر الفرق ما بين هشاشة العظام وخشونة الرب طبعا هو دايما فيه خلط ما بين المرضين دول مرض هشاشة العظام ومرض خشونة المفاصل اللي هي على رأسها طبعا خشونة الرب الخلط بييجي لأن الاتنين ممكن تكون أعراضهم متشابهة شوية والاتنين بيجوا تقريبا في سن كبير فيبقى المريض جاي يشتكي يقول أنا عندي هشاشة ولا عندي خشونة أروح لمين أو كده طبعا المرضين دول بيتعالجوا عند دكتور أو جراح العظام حتى فيه خلط يمكن برضو في الأول عايز أقوله أن بيبقى فيه خلط الأول يقولك أنت دكتور عظام بطنة ولا جراح هو مفيش حاجة اسمها كده هو دكتور العظام هو جراح العظام يعني مفيش حاجة اسمها دكتور عظام بطنة دكتور العظام أو جراح العظام هو ده الدكتور اللي بيعالج الأمراض سواء بالأدوية أو بالعلاج الطبيعي فإن مروني نتكلم عن هششة العظام وعن خشونة المفاصيل إحنا سنتكلم على حاجتين مختلفين تماما وإن كان في خلطا عند المرضى ما بينهم هششة العظام يعني تكوين العظم اللي بيكون جسم الإنسان اللي هو عظمة الفخد أو عظمة العدد أو عظمة الساعد أي عظمة جسم الإنسان بيكونة من مجموعة من الفيتامينات والمعادن الكالسيام وفيتامين دال وفيتامين سي وهكذا لما مع مرور السن أو مع أدوية معaina بتقل الفيتامينات والمعادن الموجودة دي كيف .. هذا الجوز الأولiquement هذا الجوز يعjudيكشها ششتا العظام الجهاز الحارقيا فجسم الإنسان بطوعة عبارة عين العظام والمفاصل و Government плохо المectioner لما يحدث مشكلة في المفصل يعني لتآكل في بالنسبة عمزبر conoان العظام ايضا مفصل ليس بين عدم الفخت و عدمة كعمل ايضا مفصل ايضا مفصل الكف اللي هو مكنك شاworkers الحارقة له حركة خشونة المفصل أشهر مفصل فيه خشونة زي ما كلناعارفين هو مفصل الرب لأن ده المفصل اللي احنا بنقف عليه وده المفصل اللي فيه الحركة الكبيرة وده المفصل اللي بيتحمل وزن جسم الإنسان فعشران كده ييجي المريض في سن معين بالذات لو هو وزنه زيادة شوية بالذات لو هو حركته كتيرا شوية شغله فيه وقفة كتير فيه طلوع ونزول سلم كتير فيشتكي من وجع في مفصل الرجب أو الناس اللي بتشيل أوزن تقيلة بشكل غلط طبعا بتأثر على المفاصل على المدى البقية طبعا لأنه في طريقة تشيل الوزن علشان الوزن اللي أنا بشيله ده ما يقصرش على الرجب أو ما يقصرش على فقارات الظهر ففي طريقة معينة إن أنا قدر أشيل بيها الوزن ده هنتكلم عليه لكن أنا لوقتي عشان أفرق بين بس المرضين الكبار المرض بتاع لها شاشة اللي هو المريض بيجي بشتكي من وجع في عظم جسمه كله وفي بعض الأحيان الهاشاشة بيبقى أول ظهور لها عند المريض إنه هو يجي مكسور يعني مثلا مريضة عندها مثلا 70 سنة ووقعت توقع بسيطة أو كبتتوضى مثلا فترفع رجلها فسمعت طقة ووجع شديد وبتاع فحصلها مثلا كسر في عنق عظمة الفخت مكادش بتشتكي من حاجة قبل كده لكن حصل الكسر ده وده كتير جدا وبنشوفه كتير جدا إن العيانة دي عندها الجزء ده من العظم ضعيف فلما حملت عليه تحميل كتتقدر تعمله زمان كسافة العظم نفسها قال كسافة العظم قال فبقت أي خبطة بسيطة تقدر إن هي تعمل كسر في العظم بقتين أكثر عرضة للإصابة بالكسور عن العظم عن الشخص الطبيعي اللي ما عندهوش مشاكل في العظم ديها شاشة العظم أما الخشونة فالخشونة دي عبارة عن تآكل في الغضروف اللي موجود ما بين العظمتين اللي بيمثله هذا المفصل فتؤدي لاحتكاك العظم في بعضه بالذات مع تاني مفصل الرجبة مثلا أوضاع معينة تحميل أوزان معينة فيؤدي إلى ألم مع الحركة ما قدرش أطلع السلم ما قدرش أقف كتير ما قدرش أسجد في الصلاة أفترضى ما قدرش أشيل حاجة ما بقيتش أقدر أروح الشغل زي الأول وهكذا فهي دي الخشون دي كده الخشونة المفاصل دي كده خشونة المفاصل اللي زي ما اتفقنا بتيجي أكتر حاجة في مفصل الرجبة ثم مفصل الفخت اللي هم عليهم حمل وزن جسم الإنسان كل هم أقوى عظمتين ولكن في النهاية أكثر عظمتين معرضين للإصابة لأن هم أكثر مفصلين عليهم الحمل بتاع وزن جسم الإنسان فبالتالي ميكانيكيا كده حاجة عليها حمل لفترة طويلة سنين طويلة وأنت عندك عشر سنين عشرين تلاتين أربعين لحد ميبقى عندك ستتين سبعين سنة كل الحمل اللي على الغدروف ده يبدأ يتآكل فما يبقاش فيه الغدروف ده اللي هو المخدة المبطنة اللي موجودة بين العظمتين العظمتين لو حكوا في بعض يحصل خشونة يحصل وجع لكن طول ما فيه ما بينهم فاصل اللي هو الغدروف ده والسائل الزرالي اللي موجود ما بينهم طول ما أنا ما عنديش خشونة يحصل بقى تآكل فيه يحصل تآكل فتحدث خشونة فتحصل الخشونة حصلت الخشونة وبعد ما حصلت الخشونة بيبقى عندنا إجراء هل أروح أستبدل المفصل الطبيعي بالمفصل الصناعي وما مدى نجاحه تمام كويس أولا احنا بنتكلم على الخشونة كأيتم أو كحاجة كبيرة بنتكلم في المريض اللي بيشتكي مثلا من الألم في مفصل الرجبة عادة وللأسف يعني أنت بتتأخر جدا على ما تروح للدكتور لما الموضوع يجي منك على الآخر مش قادر تقوم مكان فالخشونة بتزيد فبدلا ما أنا في درجة خشونة خشونة دي درجات أنا في درجة خشونة بسيطة لها علاج خشونة متقدمة لها علاج مختلف خشونة متوسطة لها علاج مختلف فالمريض للأسف بيجي بخشونة متقدمة كل درجة من درجات الخشونة لها طريقة في العلاج تبدأ من أول العلاج التحفظي اللي هو العلاج الدوائي إنه نقول له أخذ أدوية معينة علشان تأوي الغضريف بتاعت رجبتك أو إنه نقول له اعمل تمارين معينة علشان تأوي العضلات المحيطة بالمفصل علشان العضلات دي هي اللي تشيل اكتر ما يبقى فيه حملة على الغضروف في بعض الناس بتلجأ ليه البريتش بلازمة او الحقن بمفصل الرجبة مثلا جايب نتائج دلوقتي كويسة في اغلب الابحاث سواء ان احنا بنحقن مادة الهيلارونيك اسد كان زمان كان بيتحقن كورتزون كورتزون كان على مادة ربعية طبعا مضر دلوقتي ما حدش بيها كورتزون احنا بنحقن مادة الهيلارونيك اسد اللي هي مادة شبيهة بالسائل الزلالي اللي موجود وبيقل بمرور الزمن لما بتحصل الخشون فاحنا بنيجي من بره ونحقن هذه المادة مناش اعراض جانبية وبتزود ليونة المفصل وبتقو فيها مواد وفيتامينات بتقوي الغضريف بتاعة المفصل بيعيش فترة اطول بصرحة كويسة لكن طبعا ليها مدة لان برضو موضوع الحقن في مفصل الرجبة ده لانه هو الناس بتسمع عنه في التلفزيون وبتسمع عنه في الجرائد وبتسمع عنه فهو طلع زي موضة كده فمش محكوم لا مش اي حد ينفع يحقن يعني فيه درجات من الخشونة ما ينفعش معها الحقن اللي هي درجات الخشونة المتقدمة اللي هي خلاص لازم تعمل عملية تغيير مفصل كويس فانا ممكن لمجح في هذا المريض لا هو مش هيستفيد لان خلاص مفيش غضروف انا ابني عليه خلاص العظم بيحك في بعض الغضروف خلاص اتأكل تماما لكن لو موجود بنلجأ للأدوية او بنلجأ الى الحقن في المفصل الرجبة طب وصلنا لمرحلة ان الهضروف ما بقاش موجود والخشونة زادت جدا والمريض ما عادش قادر يستحمل القلم اللي موجود ودي للأسف بتبقى المرحلة ساعات بيجي المريض اول ما يجي للدكتور هو جاي في المرحلة دي يعني بتعد سنين وشهور طويلة جدا طول هذه الفترة المريض ما بيكشفش ولا بياخد أدوية ولا بيقلل وزن ولا حاجة ويجي متأخر جدا بعد بداية الخشونة بخمس سنين بعشر سنين يكون خلاص حصل التأكل ووصلنا للمرحلة الأخيرة من خشونة المفصل المريض بيجي للساعات على كرسي بعجل مش قادر حتى يوقف على رجليه وطبعا قلم شديد جدا يستخدم مسكنات من كل نوع ومن كل لون وما متجيبش نتيجة فالجأ في النهاية الى طبيب العزوان طبعا مع خطورة استخدام المسكنات لفترة طويلة على المعدة وعلى المعدة وغيره فساعات بيبقى العلاج الوحيد خلاص هو العلاج النهائي هو إجراء الجراحي الإجراء الجراحي ده طبعا احنا منتكلم فيه خشونة يعني منتكلم في ان الغضروف مش موجود والعزوان بتحك في بعضها هنا لازم اعمل استبدال لمفصل الرجبة والاستبدال ده المفصل الطبيعي اللي تأكل خلاص ده انتهى وبنركب المفصل الصناعي اللي احنا منتكلم عليه طبعا المفصل الصناعية ده يعني حاجة مهمة جدا ان احنا منتكلم فيها فيه انواع كتير من المفصل الصناعية دي كل عيان ينفع له مفصل معين كويس في خوف طبعا عند المرضى وفي احساس عند المرضى اني اننا وبيجي كتير يقول لك كده انا هعمل تعملية في رجبتي انا مش حمشي تاني او همشي بصعوبة او حمشي بصعوبة او ابن خالتي كان عمل العملية دي من عشر سنين وما ممشيش تاني وما انجحتش في حين ان العيان نفسه هو فعلا ما بيمشيش دلوقتي يعني هو العيان جاي هو كده كده جاي ما بيتحركش ما بيمشيش وعلاجه الوحيد مهما ديته من ادوية او مسكنات او غيره هو علاجه الوحيد بقى العلاج الجراحي من فترة من عشر سنين من خمستاشر او من عشرين او غيره كان فعلا جراحات المفاصل او استبدال مفاصل الرجبة كانت صعبة ما كانش كل الناس تقدر تعملها حتى نفس الحصل تقدم تكنولوجي كبير جدا في انواع المفاصل الصناعية نفسها خلت المفصل بدل ما هو يعيش خمس سنين يعيش فترة اطول يعيش عشر سنين يعيش خمستاشر سنة يعيش عشرين سنة او يعيش يعني مدى الحياة مع المريض فما بقاش فيه المشكلة نقولك ان انا عملت عملية من خمس سنين فده معناه ان كل خمس سنين هحتاجة غير مفصل لأ انت هتعمل العملية هيتركبلك المفصل حسب سنك وحسب درجة الخشون اللي عندك اللي يقدر يعيش معاك العمر كله معنى كده دكتور مصطفى انه ممكن المفصل الصناعي ده يماثل المفصل الطبيعي طبعا هو المفصل الصناعي معمول بطريقة ان احنا الناس في بلد برا اللي هم عملوا اخترعوا هذا المفصل اللي احنا بنركبه بصوا على المفصل الطبيعي بصوا على الميكانيكس بتاعت الرجبة الرجبة دي بتتحرك ازاي الرجبة دي ايه المواد اللي بتحتك فيها وعملوا الحاجات من مواد شبيهة بالمفصل الطبيعي يعني احنا بنقلد المفصل الطبيعي علشان يقدر نمو يعيش اطول فترة ممكن يعني مش بنخترح حاجة مش موجودة احنا نبص والله الحركة الفلانية. المفصل الطبيعي مكون من هذه المواد. نحن نقلده ونعمل مفصل أقرب ما يكون للمفصل الطبيعي. وهو زي ما أنت بتقول حضرتك يا أكتوخها إنه هو كل ما احنا قربنا من المفصل الطبيعي كل ما يقدر إنه هو يعيش فترة أطول. طبعا مع مراعاة طريقة الاستخدام. يعني طريقة الاستخدام يعني أنا كل يعني مثلا اللي مركب مفصل صناعي. وإن كان طبعا المفصل الصناعي اللي وقت فيها تطورات كبيرة جدا إنه نقدر أعمل بيها كل حاجة. يعني راكب مفصل صناعي وألعب كورة وألعب تنس. تماما وانزل سباحة وصلي قعدة تشهد. يعني أنا عمل بطبيعي جدا ما يبقى أحسن من مفصل الطبيعي. بيجي دايما العين يقولك طبعا أنا هقدر أسجد أو هقدر في قعدة تشهد أو أقدر كده. طبعا بتقدر بعد علاج طبيعي بعد فترة معينة إنك تعمل كل الخارجات. لا ده دور العلاج الطبيعي في الجزئية دي. أحيانا بيسبقوا دكتور العظام وبيعملوا حاجات بيودوا العيان لدكتور العظم محتاج استبدال على طول. هو طبعا المفروض إن فيه تيم كامل بروتوكول. أه بروتوكول. أمتى العلاج الطبيعي يتدخل وامتى جراح العظام يتدخل. زي ما قلت لحضرتك هو إمتى في درجات معينة من الخشونة بيكون علاجها هو علاج طبيعي. يعني أنا ببعث ليه الدكتور علاج الطبيعي اللي معايا. نقطة ايه أنا دكتور العظام بحول المريض يبدأ معا البرتوكول العلاجي المناسب ليه. طبعا لأنك مش كل عيان حيتعملوا نفس الحاجات مش كل عيان حيقعد على نفس الأجهزة في العلاج الطبيعي. ولا هيعمل نفس التمارين في العلاج الطبيعي. فبالتالي أنا لازم بشوف الأشعات وبشوف العيان وبعمل بسمع التاريخ المرضي بتاعه. بشوف سنه. بشوف الأمراض الأخرى اللي عنده. بشوف هل فيه خشورة في مفاصل تانية ولا لا عنده. بشوف الخشونة دي في الرقبة واحدة ولا في الرقبتين. وشوف أشعاته سواء الأشعة العادية أو أشعة الرانين أو غيره. وبنانة على الكلام ده كله أقول له والله أنت هتاخد الأدوية الفلانية أو هتعمل الحقن الفلاني أو هتعمل علاج الطبيعي بالطريقة دي بعدد الجلسات ده. يوم بعد يوم ولا كل تلات أيام ولا كل إسبوع ولا إيه. يعني كل حاجة ولها حاجة مفيش حاجة اسمها علاج طبيعي كده ومفتوح. مفيش حاجة ولا كنا يعني موضوع لا أول موضوع أن كل مريض على حسب حالته. اللي حالته دي تشمل إيه زي ما تريد تشمل حاجة كتير. من أول سنه لحد طريقة شغلك يعني أنت مريض لو بياخد أدوية معينة هلأدوية تأثر ولا ما تأثر. أنت شغلك إيه هل أنت راجل قاعد على مكتب ولا أنت لعيب كورة ولا أنت مثلا بتطلع سقلات ولا أنت بتلف كمان دوك عامل بتشتغل طبيعة شغلك إيه؟ طبيعة شغلك بتفرق. حتى أقول لك كيفية الأدوية ودي أهم حاجة كل ما الوزن زاد طبعا كل ما خلى الخشونة أسرع ودايما كنا نقول كده أنت كل كيلو بتزيده هو بيزود الإجهاد والتحميل على نفس الرغبة أربعة أضعفه. يعني أربعة كيلو يعني لو أنت وزنك الايديال المثالي مثلا تمانين كيلو وانت مية يبقى أنت زايد كام عشرين عن الطبيعي يبقى أنت مزود وكمان طبعا في حركات معينة أنا دايما دكتور مصطفى بشبهها بإيه؟ أنت عندك عربية حمولت العربية دي بتشيل مية كيلو. فجأة لمدة سنة زودت على العربية سنة بس مش عشرين سنة من حياتك خليت العربية دي تشيل تلتمية كيلو هتيبش معاك شوية بشوية بشوية وبعد كده لكن هتبوز بسرعة وهتحتاج تغيير وتنتهي العربية خلاص هتبدأ تنتهي فهحتاج أن أغير أسرع من الوضع الطبيعي فبالتالي كذلك لو راكب مفصل برضو ما لازم برضو أقوله برضو خس لأن انت برضو المفصل ده اللي أنا مركبه الجديد ده اللي هو شبه الطبيعي أنا برضو محتاج أن أقلل التحميل عليه يعني أقلل الوزن اللي عليه عشان النجاح العملية أكبر ونجاح المفصل يقعد مفصل مك للأبد يعني ما ينفعش راكب مفصل وبعدين عين يقع مثلا يتكسر ما أنت ممكن توقع راكب مفصل وبعدين العيان بيطلع على سقالة فيقع أو يخبطه عربية أو غيره يبقى العملية بتاعتي هتبوز ففي تعليمات معينة بنقولها العيان اللي بيراكب مفصل علشان يقدر المفصل يعيش معاه للأبد إزاي يقدر ياخد باله إن المفصل ده محصلش فيه تلوس إزاي يقدر ياخد بالهم الطريق العناية بالمفصل اللي تغير قبل ما أدخل على الطريق العناية مين الأشخاص اللي حتى لو عنده خشونة زيادة في المفصل ما ينفعش إن أنا أعمل له عملية تغيير المفصل هل فيه أشخاص طبعا عملية تغيير المفصل ده عملية كبيرة يعني أنا لما أريد عملية تغيير مفصل رجبة أو تغيير مفصل فخت فأغلب الأحيان بتتعامل فعليان عنده فوق الخمسة والخمسين أو الستين سنة أو كم وهي عملية محتاجة طبعا تخدير كويس محتاجة مستشفى كبيرة في قوضة عمليات مجهزة كويس عشان ما يحصلش لقدر الله تلوث مثلا في العملية أو غيره بتاخد وقت كوي جدا طبعا زمان كانت العملية بتاخد ساعات طويل دلوقتي مع التقدم مع أن نشتغلها كتير فالعملية تغيير المفصل بتاخد حوالي ساعة ساعة وربع مش أكتر من كتب كان زمان بتاخد تقريبا يعني ممكن تقعد ست ساعات ست ساعات بتعمل تغيير مفصل وطول الفترة ده طبعا يعمل مشكلة يعمل مشكلة المريض وهكذا دلوقتي العملية بتبقى بنجة نصفي لأن العين بيبقى كبير في السن والعين بيعمل عملية في رجبته فده بنجة نصفي تاني حاجة بتبقى يعني عايز قوليه تبطرر مصطفى أنه بقت أكثر أمانا عما سبق يعني الجديد في الجزئية دي نتيجة التقدم في المفصل في التكنولوجيا والتقدم كمان في الجراحين يعني في حاجة اسمها إيه أنا لما أعمل العملية عشر مرات غير لما أعملها مئة مرة غير لما أعملها ألف مرة يعني ده حتى ليفرق بين دكتور ودكتور ده دكتور عمل العملية ألف مرة فهو خلاص شاف المشاكل وعرفها وبدل ما كان بيعملها أول مرة أول مرة عملها كان عملها زي ما نقول في ست ساعات النهاردة بيعملها في ساعة فبالتالي تقدم الدكاترة تقدم مصطفى نقول للحيان تروح لي مين تحديدا يعني فكرة اختيار كويس والله انه هو فضيناك وتعايز أتكلم معك فكرة اختيار الطبيب المعالجة يا دكتور مصطفى مش كل الناس هتيكي الدكتور مصطفى بس نعود دكتور مصطفى يقول لي الحيان كده مين الدكتور اللي انت تروح له طيب بالأول ناخد منامي يا سمين ونكمل الجزئي دي منامي يا سمين أهلا بك منامي يا سمين ايوة يا مدام يا سمين اتفضلي ايو انا سمعيك مع حضرتك اتفضلي معيك على الها ممكن اكلام دكتور مصطفى دكتور مصطفى مع حضرتك اتفضلي اي اتفضلي يا فن ازاكي دكتور الله يخليك اتفضلي انا كنت عنتي دايما ركبتي فيها مشكلة يعني اي حرقة بسمع ضبط كده وعلى طول برضو ربيت فيها زي سخونية ايوة اه حضرتك عندك كم سنة تقريبا كده انا 37 سنة اه تمام طبيعة شغلك ايه اه بستغل في بنك اه تمام يعني قعدة اغلب الوقت اه تمام طبعا التقطاة صوت التقطاة في الرجبة او اللي هو ان الواحد يبقى سامع صوت مثلا مع طلوع السلم او ان هو يبقى سامع صوت مع تاني وفرد الرجبة لو مصحوب بوجع او مصحوب بتورم في الرجبة يبقى لازم حضرتك بنشوف اه لو في مشكلة في الغضريف او الاربطة بتاعة المفصل يعني مش لازم تكون خشونة يعني مش اي تقطاة في الرجبة ده معناها ان فيه خشونة ممكن التقطاة دي تكون نتيجة ان فيه كدمة في الغضروف كدمة في الرباط بتاع الرجبة ولكن مش لازم يكون اني حصلت اكل في الغضروف بالذات ان حالك سنك صغير فالخشونة مستبعدة في السن الصغير طب دي حضرتك بتبنت اشعة ولا يعني اه لو الموضوع مستمر او الواجع زايد او كده بنعمل اشعة ترانين واشعة ترانين دي بتورينا الغضريف وبتورينا ربطة بتاعة المفصل وكده مع طبع مراعاة الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو تقليل الوزن شوية اذا كان الوزن زيادة او عدم الوقوف فترات طويلة او عدم طلوع ونزول السلم الحاجات اللي هي بتقلل الحمل اللي موجود على الغضروف بتاع الرجبة تمام وموضوع السخنية اللي في الرجبة يا دكتور الرجبة واحدة او رجبتين لا واحدة رجبة واحدة فيها سخنية بتورم او حاجة او شكلها يتغير او تحمر او غيره او لا خالص هي مفيش اي حاجة ظهر عليها من بره هي بس كده بتبقى زي سخنية والتقطاقة دي اه سخنية والتقطاقة في الرجبة ممكن يكون حاجة يا When To Look في الغضروف بتاع الرجبة يعني الافضل ان احنا نعمل رنين وبناء트� ع الرنين ده نقضر ان احنا بذا التنقي في رجبة واحدة يعني مش في الرجبتين فقد يكون فيه مشكلة في الرجبة دي مدب Standش اوي في العشعة العادية لكن تمام في الرنين يعني دаств me الشعro فب ادبيان العظام نفسه لكن الرنينيد يباين الغضريف وال الربطة بتاع المفسد 세계 اللي نقدر منخلالها نشوف ايه سبب المشكلة نعرف ايه سبب السخنية او ايه سبب الطاقة حتى اللي موجودة دي وبالتالي بناء عليها نقدر ان احنا نعالج سواء بيه ادوية او بعلاج طبيعي او غيره مدام يا اسمين ممكن تسيب لنا رقمها في الكنترول انا تواصل معا كمان بعد برينامج بشكرك شكرا جزيلا لتصالك يا مدام يا اسمين ونرجع نكمل مرة تانية الجزئية اللي كنا بنتكلم انا كمريض كعيان عندي رجبتي وجعاني او عندي مفصل فيه مشكلة ايه ازاي اختار الطبيب بتاعي بعناية ايه مزبوط هو اولا زي ما احنا اتفقنا ان دكتور العزام هو جراح العزام ما فيش حاجة اسمها دكتور عزام بطنة ودكتور جراحة العزام اه دكتور العزام هو تخصص واحد هو تخصص واحد مين قالب التخصصين اه هو الناس تيجي تقولك ده بين حارك جراح ولا حضرتك بطنة لا هو جراح العزام هو دكتور العزام يعني انت بعد ما بتخلص السنين كلية الطب بتتخصص تخصص جراحة العزام اسمه كده ده يختلف عن دكتوري علاج الطبيعي ده يختلف عن دكتور الروماتيزم يعني فيه حاجة اسمه دكتور الروماتيزم ده بيعالج الأمراض الروماتيزمي وفيه دكتوري علاج الطبيعي وفيه دكتوري علاج الطبيعي ده اللي هو زي ما اتفقنا كده بعد العملية تأهيل معين فيعمل تأهيل لإصابات ملاحة بيعمل تأهيل بعد عملية تغيير مفصل أو غير وفيه جراحة العزام جراحة العزام زمان برضه من 20 سنة كان هو جراح العظام وخلاص دلوقتي يبقى فيه تخصصات دقيقة يعني انت جراح عظام متخصص عمود فقري لا انت جراح عظام متخصص جراحات اليد الميكروسكوبية او متخصص جراحات القدم والكاحل او متخصص صباط الملاعب او متخصص تغيير المفاصل زي ما احنا في الموضوع بتاعة الكلامنا حالة بتاعة النهار فبالتالي انت لازم تعرف انت رايح لدكتور العظام مش دكتور العظام العام انت رايح لدكتور العظام بتاع المفاصل انت بتشتكي من ظهرك المتخصص في المتخصص في المقطة دي يسألوا اهل الذكر ومتروحش الحد وتعمل كل حاجة عندي الله يبارك في كلمة طوي يعني انا بالتالي ما روحش لدكتور العمود الفقري واقول له انا رجبتي واجعني وما روحش لدكتور لتغيير المفاصل واقول له انا بهري واجعني ده نقدر نعرفه لازم المريض يشوف الدكتور ده خريج ايه ودركته ايه وتخصصه الدقيق ايه كل دكتور عظام بيتخصص لازم تخصص دقيق فنبقى احنا عرفه الفكرة مش عيب للمشاهد الميسأل ده خالص ويعرف لأ انت بتغير مفصل كامل في رجبتك بالذات لو هتعمل لعملية لو هتعمل لعملية كبيرة بالذات ومدى نجاحها اصنع مش يتعدها مدى نجاحها متوقفة على الدكتور والمفصل والمستشفى يعني دايما قبل ما غير المفصل لازم اقول له انت لازم حنشوف احسن مفصل لانه ساعات العين يقول لك ايه بس يعني عايزين مثلا نقلل سعر المفصل شوية لا ما فيش حاجة اسمها كده المفصل يركب احسن نوع مفصل اللي هيعيش طول العمر او هيعيش الفترة كلها ماينفعش نجامل بعض في ان انا راك المفصل اقل شوية لانه فيه انوعة من الفصل يعني فيه مثلا نوع من مفصل يركب في العين اللي عنده 80 سنة ليختلف تماما على هركب فانا عنده 50 لانا عنده 50 لازم يعيش معايا 50 سنة كمان لكن لانا عنده 80 هيعيش معايا 20 سنة كمان مثلا فماينفعش اركب لو طوى لكن ماينفعش اركب العين المفصل اللي بيعيش 20 سنة فالعين اللي عنده 50 سنة عايز اركب مفصل يعيش معايا العمر كل كفاءة المفصل كفاءة المفصل المواد اللي متركب منها المفصل ومدى احتمالها ومدى قدرتها ان هي تتحمل حتى بتتأسب بتتأسب ايه بكام سايكل يعني يقول لك المفصل بتاع الرجبة ده بيعيش 10 مليون سايكل بيعيش 10 مليون تانية وفردة تمام ده بيعيش 5 مليون دورة حياة المفصل بيعيش 10 مليون واه كذا فبالتالي نوع المفصل ما فوش فيه فصل المستشفى وتجهيزاتها وتجهيز دكتور التخدير وتجهيز التيم اللي معاك يعني دي عملية محتاجة تيم معاك من مساعدين من تمريض من تخدير من تأهيل علاج طبيعي بعد العملية كل ده مهم جدا علشان نجاح عملية تغيير المفصل كويس ما عندناش اي مشكلة خالص في مصر في عمليات تغيير المفصل في عدد كبير جدا من زملائنا وكده اللي هم يقدروا يقوموا بكفاءة جديدة جدا بكل عملية تغيير المفصل زي اي بلد ويا عملية ناجحة يستطيع المريض بعدها ممارسة حياته بشكل طبيعي ولكن يجب على المريض ان يختار الطبيب المعالج بعناية من اكتر العمليات في الطب كله مش في العزام من اكتر العمليات اللي هي بنقول عليها مرضية للمريض بعد العملية هي عملية تغيير المفصل بالذات تغيير المفصل الفخت يعني مرضية يعني ايه يعني انا النهاردة مش قادي رقف مش قادي رامشي بيشعر بنتيجة مش قادي اروح الحمام بتشعر بنتيجة تاني يوم العملية انت مفيش وجع تاني يوم العملية بتروح الحمام لوحدك بتروح تنزل تروح فين يعني مدى نجاح العملية ومدى رضا العيان عن العملية هايل جدا بالمقارنة بأي عملية تانية في الطب كله يعني بالمقارنة بعملية الزايدة بالمقارنة بعملية المرارة بالمقارنة بعملية الودان يعني أقصد النتائج بالمقارنة بعملية الأخرى هو بيدي نتائج ملموسة للعيان بيدي نتائج مرضية وملموسة ووضحة من تاني يوم العملية مباشرة لازم تقوم ملموسة هو جاي مش قادر يمشي فجأة بقى بيمشيها ملموسة بشكل واضح وصريح والواجه عراحه كلها احنا كلمنا عن جزء تغيير المفصل طيب أنا النهاردة عيان جاي لي محتاج أعمل تغيير للرقبة بشكل كلي أو جزئي تفاصيل العملية دي ايه شكلها ايه ده سؤال طبعا جميل لأنه هو تغيير الرقبة الجزئي ده دلوقتي هو يعني زي المعضة أو ده اللي بيحصل في أوروبا كلها يعني في أوروبا كلها دلوقتي بس ده نتيجة برضو طبيعة العيان يعني تغيير الرقبة الجزئي ده بيتعامل في العيان اللي جاي لي بدري شوية فبالتالي فيه جزء معين في رقبته هو اللي فيه الخشونة وبقيت الرقبة سليمة النقطة دي مهمة ليه دكتور بصافة أنا طرحت نقطة دي لأنه ممكن العيان اللي يجيلك بدري هلحقه في البداية بالزبط كده مش لازم يجيلي متأخر ممكن محتاجش عملية خالص ممكن محتاجش عملية تبقى عملية تغيير جزء المفصل للرقبة اللي هي تعتبر جراحها متطورة دلوقتي وموجودة طبعا في مصر وموجودة ومستقرة وتماما لكن ما بنلاقيش للأسف العيان اللي هو يتعمل له اللي يقدر اللي هي تعمله ده اللي يجي متأخر جدا يجي متأخر فإنه خلاص رقبته كلها بقى فيها الخشونة فأنت محتاج تغير الرقبة كلها مش نصها ولا ربعة أنت بتغير الرقبة كلها لأن الرقبة كلها بقى فيها خشونة لكن بره هو العيان بيجي بيكشف من بدري مجرد ما بيحس بأي وجع في رقبته أو أي حاجة بيكشف فقاله والله أنت خلاص عشان نتجنب اللي عارف أنت الوقاية خيره من العلاق أنت جاي بدري المبدأ العالمي المبدأ العالمي حتى يعني موضوع الأدوية والعاجل الطبيعي ده كله يجي بعد ما أقوله خس شوية وبعد ما أقوله أعمل التمرين شوية وأعمل رياضة قوي وقوي عضلاتك وتحرك بطريقة مصبوطة أو ما تشلش الحاجات وإنت نازل تبقى تاني رجبتك فتحمل عليها كل الحاجات دي يعني الناس بتستهتر بيها أو ما بتحسش بقيمتها بتحس بيها لما تجبر بتحس بيها لما الخشونة تكسر كل ما بيجبر يشعر بيها دايما تانية الرجبة الزيادة يعني لما بقاعد مثلا مربع أو كده دي ضغطة جدا على الغضريف ودايما عاملة خشونة جدا فتلاقي ناس في نهاية عادتهم الطبيعية كده إنه قاعد مربع على الأرض لأ محضرتك هو وضعك كرسي دايما يبالج لك مفروضة الحاجات دي بتتجنب تماما من الخشونة وتتجنب بالتالي العمليات يعني مش عايزين نعمل عمليات غير لما يكون فعلا خلاص حل تلي احتياج لازم أعمل عمليات لكن انت تقدر تتجنب خصوصا إنه بيجعين للأسف يعني بيجعين مثلا عندهم خمسين سنة أو خمسة واربعين سنة ولأنهم وزنهم تقيل جدا وممارستهم في حياتهم غلط فبالتالي هو محتاج من سن صغير زي خمسة واربعين سنة تغيير مفصل بنقول له حتى يعني انت ريس تصغير يعني لا ما ركبنا مفاصل دلوقتي وانت بوزنك الكبير ده حتيجي عند خمسة وخمسين ولا ستين سنة حقول لك والله انت كده محتاج إعادة تاني مهما كان نوع المفصل كويس جدا وانت وزنك عالي جدا والحملة عليه والحملة عليه عالي جدا فبالتالي موضوع الخاسسان ده مهم في المفصل الطبيعي ومهم كمان حتى لو انت ركبت المفصل الصناعي علشان يقدر يعيش معاك العمر يقدر يتحمل الضغط النافج عنه ده الجزئي الكلي المفصل تغيير مفصل الكلي اللي هو اغلب العينيين اللي بنعملوا تغيير مفصل نكلم طبعا عن رجبة دي رجبة اشهر المشتلات شيوعا تغيير مفصل رجبة الكلي خلاص ده مريض عنده مثلا ستين سنة عنده بيشتكي من خشونة لما بعمله بقى اشعات بلاقي ان فيه خشونة واخدى كل سطح المفصل يعني كل سطح عضمة الفاخد من تحت وكل سطح عضمة القصة بين فوق كلها بقى فيها خشونة وزوايد عضمية والغضروف التاكل وما بقاش فيه اي مسافة بين العظام فبالتالي انا محتاج ان انا شيل كل الجزء المتاكل ده وحط مكانه المفصل الصناعي تمام المفصل الصناعي طبعا الكلي محتاج تأهيل بشكل يعني اكبر شوية من المفصل الجزئي اكيد لان المفصل الجزئي انا محافظ على الاربطة الطبيعية بتاعة العيام بتاعة ربنا اللي هو العيام مخلوق بيه فبالتالي التأهيل بتاعه اسهل والجرح بتاعه اصغر العيام بيخرج في نفس اليوم من المستشفى وبيتحرك وهكذا لكن التغيير المفصل الكلي لا محتاج تأهيل بشكل اكبر تأوية عضلات بشكل اكبر في الاول بيمشي بالمشاية طبعا اسبوع او عشر ايام بعد كده بيمشي بعكاز طيب ده اللي خلينا نسأل امتى المريض بعد العملية يقدر ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي تمام في الظروف العادية في المفصل الكلية العادية لانسعاد بيكون فيه مفصل اعادة مفصل اعادة يعني هو عمل مفصل مرة ولا قدر الله كسر مثلا او حصل فيه مشكلة فاحنا محتاجين نعمل مفصل تاني في الظروف العادية العام بيمشي من تاني يوم بالمشاية ويفضل بالمشاية دي لمدة اسبوع او عشر ايام وبعد كده يبدأ يتحرك بعكاز اسبوع كمان ثم يتحرك تماما من غير اي حاجة في خلال الفترة دي طبعا هو بيكون فك الغرز بتاعة العملية وكده وبنقوله ممكن تقدر تعمل علاج طبيعي بشكل معين علشان نصرع حركته ونصرع المشي بتاعه وانه هو دايما بيسأل تباطل عسلل امتى انزل امتى اروح الشغل امتى كل ما كان العيان عضلاته من الاول كويسة كل ما كان العيان وزنه من الاول كويس كل ما كان افضل كل ما كان التأهيل بتاعه وسرعة نزوله للشغل وسرعة حركته هتبقى احسن بعد العملية كويس عملنا العملية ايه النصايح لدكتور مصطفى يقولها للمريض لتجنب الاجهاد الزيادة ولتجنب التحميل الزائد على نفس الرب الطبيعي او الصناعي خليل اقول الطبيعي blir العيان واللي ما عملش عملية ولا حاجه العيانة كل ما بيقدري كل ما كان احسن كل ما بيقدري كل ما قدرنا نتجنب انه اعمل عملية اصلية بادوية معينة بعلاج طبيعي بحاجات معينة نقوله بحقنة في الرغبة زي ما حريك أولت كده بيقد نحقنه هيدرونيك أسد وممكن نحقنه كمان اللي هو ال표 الهي الاهي اللي هي اللازمة اللي بناخد لازمة منه ونحقنه في الرغبة بهذا بيقول غضريف كل ما عملنا كده كل ما كان أحسن طيب خلاص هو المريض ده للأسف كه متأخر وللأسف الخشونة بقت جمدة فخلاص احنا محتاجين نعمل العملية نعمرة واحد واثنين وتلاتة اختيار الجراح المناسب المتقصص طبعا الجراح طبعا هو اللي هيش يجيب المفصل المناسب في المستشفى المناسبة وها كذا لازم طبعا الالتزام تماما بالأدوية علشان أهم حاجة بتهمنا في أول مثلا أسبوع بعد العملية إن لقدر لا ما حصلش أي تلوس أو حاجة في العملية لا بيحصل إزاي بالتغيير المزبوط طبعا على المفصل بأخذ الأدوية في مواعدها ثم إن المريض ساعات فيه مرضى بزادة كبار في السن بيكسله بقى بعد العملية اللي هو خلاص احنا مش قادرين نقوم مش قادرين نمشيه بتاعه لأ لازم يبقى هو عنده استعداد وعنده طاقة إن هو يبدأ يقوم ويتحرك ويمشي علشان عضلاته ترجع تقوى تاني علشان نقدر نحن نتجنب مشكلة ونصرع التأهيل بتاعه فيرجع زي ما اتفقنا في الظروف العادية بعد أسبوعين بيتحرك من غير أي حاجة من غير عكاس والعصائي على حاجة الأستاذ الدكتور مصطفى عشوب استشارة جراحات العظام والمفصل ومدرس بكل طبيعين شمس أنا بشكرك شكرا جزيلا حلقة مسيرة ومسمرة أيضا أسعدتني يا دكتور مصطفى شكرا يا رب في كل مكان يعني يا الدكتور مصطفى جرعة رائعة والإجابة على الكثير من الأسئلة والاستفسارات اللي كانت موجودة عند أسادة مشاهدين إن شاء الله بإذن الله الدكتور مصطفى يكون معانا مرات أخرى نجاوب على باقي الأسئلة والاستفسارات المحناش نجاوب عنها في فقرة النهاردة